جولة لتدارك الإخفاق في تنفيذ اتفاق السويد هو العنوان المناسب لجولة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث الذي تقول الأمم المتحدة أنه سيصل السبت إلى صنعاء لإجراء لقاءات مع قيادات حوثية ومع رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت ومنسقة الشؤون الإنسانية ليس غراندي نبأ الجولة المرتقبة للمبعوث الأممي جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمير العام للأمم المتحدة فرحان حق الذي أوضح أن غريفث سيغادر بعد محادثاته في صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياضة للقاء الرئيس عبد الربو منصر هادي ومسؤولين حكوميين آخرين ليس مستغرباً أن يستهل المبعوث الأممي جولته الأحدث في المنطقة من صنعاء حيث تقف تحديات خطيرة هناك أمام أحدث اتفاق توصل إليه طرفات صراع في الحديدة الواقعة غرب اليمن التي تعد واحدة من أهم ساحة المعارك المحتدمة في البلاد فيما لا يزال المتحدث الأممي وأكد أن وقف الأعمال العدائية في الحديدة لا يزال صامداً حتى الآن على عكس التطورات التي تفند هذا الإصرار الأممي على توفير غطاء لفشل يبدو جلياً في الحديدة وفقاً للمراقبين وفيما يمضي غريفة قدماً في مخطط جلب الأطراف إلى جولة مشاورات جديدة أكثر أهمية نهاية هذا الشهر في الكويت على الأرجح تواصل اللجنة المشتركة برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت اجتماعاتها من دون إحراز أي تقدم ويعزى ذلك وفقاً لمصدر عسكري حكومي إلى إصرار ميليشيا الحوثي على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وعلى تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر بديلة تابعة لها وهو الأمر الذي يناقض اتفاق السويد وترفضه الحكومة يأتي ذلك في وقتاً يؤكد فيه رئيس لجنة الأسرة والمعتقلين في الحكومة هذه الهيج أنه قدم احتجاجاً إلى الأمم المتحدة بشأن إعاقة ميليشيا الحوثي للتقدم في ملف المعتقلين كاشفاً في تغريدة على حسابه في تويتر بأن الحكومة توقفت عن تسليم الملاحظات حتى يتم موافاتها بالإفادة عن 232 معتقلاً وأسيراً لدى هذه الميليشيا